يوسف بلايلي مدارة ليلدي تأحسن لعب في تونس فتح قدمها لما بساعة 6 وفات ذوك جاعة ديلة تونس تقدمها لك تونس ويلة يتشلف وان ينستنافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا كرام اليوم رانا متواجدين في عاصمة الغرب وهران البهية يعني بعد نيداء عبدالحي الذي توجه كأحسن لعب في مدينة تونس الشقيقة كانت له أمنية وهي أن يلتقي بيوسف بلايلي المفاجأة تابعونا مشاهدينا كرام في هذا الروبورتاج اليوم رانا مع برحلة مروان عبدالحي الذي كان يحوص يشوف يوسف بلايلي كانت الأمنية لكي يشوف يوسف بلايلي مروان برحلة وماذا تقول لهم؟ السلام عليكم اسمي برحلة بروان عبدالحي طلبت لداء على يوسف بلايلي والحمد لله استقبل لي في داره عبدالحي كيف تتحدث لأوليدي البارح كيف استقبلك يوسف كيف تخلت عنده للدار يعني تتحدث استقبل لي يوسف في الدار لعبت مع وليد وتعشيت مع تصغر تمع وعطى لقاميس تاع قاميس يعني أبو رحلة مروانة يقول لك يوسف بلايلي مدلي قاميس طلبوا قاميس هديات قاميس تاع وغدناها هنا قاميس تاع يوسف بلايلي حكي لي عبدالحي البارح تخلت للدار عند المنزل تاع يوسف يعني واش كان شعور تاعك واش حسيت حسيت بفرح وصور عندما تقيت مع يوسف بلايلي واستقبل باستقبال جميل لعبت مع وليده وتعشيت مع لعبت مع أمير وليده لعبت مع أمير وليده وتعشيت معه وابت معه وتصورت معه يعني بيت في المنزل تاع يوسف نعم صحة ويوسف كيفش تلاقى كي جاو دخل سابق في الدار اللي موفاجأة انه جاو سابق انت يا من شفتو شديرك تعيط لك اه احكي لهم تعيط لي وين كنت حتى عايط لك كتلع مع وليده أمير وماذا عايط لك خلعك احكي لك كيفش كان شعورتك عايط لي يوسف بلايلي كان شعورت بفرح وصورات اه شفتو حظنك سلم عليك سلم عليك وتصور معي وفرحتك اه اه ادى النيداء يوسف بلايلي بورحلة شفنا يوسف يعني كيل حقنا عنده للمنزل ما كانش في الدار وكان يعني في صافر كان عنده امور متعلق بعائلته وفي داره احنا ربي يوفقوه انه رجع على جال عبدالحي ليلا وجا عنده للدار واش حسيت عبدالحي كي جا عندك يوسف كان شاقي بعيد وعود رجع عندك يعني واش حسيت حسيت كي جا عدي حسيت شافني وشافني كي كنت نلعب في دورة تونس وانا فرحت كي تلاقيت بك عاود ترجع واشاء الله يربي وفقوه ويعطي له ما متمنى في حياتك شاهدت الميضالية عبدالحي اخي الميضالية التي تهديها لأم تاعك وصدتها بالتوفات تهديها لو جبتها معك مدار مشلف ميضالية احسن لعب ذهبية عطا عطيتها له وتصورت معه بيهم ووك لابس واشاء الله ربي وفقوه وينجحوه ويطيل ويطيل وقل شاهدت في حياته واش تقول لي يوسف بالليلي هناك اخر كلمة بعد ما استقبلك وبعد ما كان شاقي وراح بعيد كي سمع بل يجيت عودجال الدار وبيتك عنده في الدار وابدت مع أمير وليدو تلعب معه يعني دارك واحد من العائلة واش تقول له واش تقول له من هذا الاستيضافة كريمة واش تقول لي يوسف بالليلي لا يعطيك صحة يوسف بالليلي إن شاء الله كما فرحتني فرحك رب إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لكم كنا مع بورحلة عبد الحي كاللي جاء معنا ثاني رفقنا عبداللاطيف المدرب يقدر يعطينا كلمة تابعونا مشاهدنا كيف يقول لك الفضل الله سبحانه وتعالى وانت كنت السبب الأول وكنت وعدتنا ونجيت المدينة تنس وأول صحافي ينزل المدينة تنس بتحت قناة جزائرتيب سبور وكنت وعدتنا باللي يوسف بالليلي إن شاء الله رح تسعى وتشتهد باش بالليلي تلحقوا الرسالة ويستقبل البراع متاعنا عبد الحي وكنت عند وعدك نشكروك جمال من هذا المنبر ونشكره كذلك قناة الجزائرتيب سبور وكذلك بلا ما ننسى الأخت الصحفية نبيلة اللي كان لها الفضل الكبير اللي كانت همزة وصل بين عائلة يوسف بالليلي ومعاك انتايا بفضلها كما يقول لك الحقنا لعائلة يوسف بالليلي نشكركم من هذا المنبر وتوما كصحفيين اللي كما يقول لك فرحتونا هذا البرعم وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله من هذا المنبر من مدينة وهران البهية نشكركم ونشكر يوسف بالليلي وكما يقول لك إن شاء الله نصيبوا عبد الحي من القدام إن شاء الله في الفريق الوطني مناسبة الأخ جمال عندي هدية لك ولو بسيطة لكن ثمينة شكرا جزيلا شكرا جزيلا النادي لهويتكو الرياضي يعني هذه الهدية شكرا شكرا جزيلا بك تنس أن تكرمك بهذه البسيطة الجائزة أو لهذه الهدية البسيطة الرمزية لنظرا لتفانيك وإتقانك للعمل الصحفي شكرا برك الله فيك شكرا لما ننسى أختنا بيلا لك لها الفضل باش توصلنا العائلة بالليلي ويوسف بالليلي نهدولها أيضا هدية ملسينا هاش أيضا هدية بسيطة وهي قاميس النادي الهويتكو الرياضي يعني قاميس النادي هذا النادي تع عبد الحي النادي تع عبد الحي شكرا جزيلا سننوب عليها إن شاء الله ستلحق لها الأمان شكرا جزيلا بارك الله بارك الله فيك يعني هدية هذه رأيها يعني رئيس النادي بتنس عبد الحي هدلنا هذه الهدية أنا والزميلة الصحفية يعني وقل لك بادرتوحنا ما علينا أن ندلنا حاجة شيء لوجه الله شكرا جزيلا بارك الله فيكم و السلام عليكم و شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله عبد الحي رأى فرحان بتريكو تايسب الليلي تالي كيف ناصيونال اللي هده له بغا يزيد يعطيني كلمة قال لي عمي جمال أحب نعطيك كلمة نعطوله كلمة الأخيرة وش تقولنا عبد الحي؟ يعطيك الصحة عمي جبال ويعطيك الصحة طاطعنا بلالي وصلتيني حتى الدار بالليلي دخلتيني حتى الدار واستقبالي بلالي استقبال جميل ونشكر قناة جزير تيبو و جزير سبور مشاهدينك إيرام نظن أنكم استمتعتوا بهذا الروبورتاج الجميل واللي على بالي كامرح الشعب الجزائري يضامنا معه وكامل يضامنا مع يوسف الليلي اللي لبنا النيداء أنا من هذا المنبر ونحن هنا بمدينة وهران الباهية نشكر يوسف الليلي بزاف بزاف لأني تواصلت معه في فندق وقال لي إن شاء الله أنك نتواصل معك مع زاميلتي نبيلا جوغناليست اللي قاطينا هنا بمدينة وهران اللي كان لها الفضل الخبير وخبير وخبير جداً اللي تواصلت معايا وأني هي اللي بربي ثم هي وصلتنا عندي يوسف باش لحقنا مروان عابو رحلة اللي يعني وش نقوله احنا طفينا له الجمرة تاعه يعني وش نقوله أنه جبر ناله الخاطر تاعه يعني جبر خواطر شيء عظيم عند الله كان معكم قرطي جامل الدين من قناة جيرتيب وهران ما زلنا في المشوار تاعنا بعد يعني ما جينا من السفر من ولاية وهران من بعد ما كنا في استقبال تاع يوسف بليلي اللي استقبلنا وبرحلة مروان عبد الحي كان في استقبالنا رئيس النادي النادي الرياضي لي تنس نشكركم على الحفوة هذه كنت في الاستقبال عبد الحي اللي كانت الأمنية تاعه جدا طويلة وحقق الحلم تاعه ونشكر قناة جيرتيب على الحفوة هذه وكنت حابة نروح معكم للمدينة طوهران عندها اللاعب بالليلي وكان عندي ظروف لغالب واليوم استقبلتم ونشكر اللاعب بالليلي على الانتظار تاعه اللي كان ينتظر في مدة طويلة عبد الحي ثاني استقبلوا بيت وعندوا في البيت تاعه ماذا تقول لهم هذا المنبر نقول لهم نشكر اللاعب بالليلي على هذه الحفوة اللي كان فيها عبد الحفوة وحقق له الأمنية تاعه وإن شاء الله التوفيق ولما لا يكون عبد الحي خليفة بالليلي إن شاء الله الحمد لله والله غير شيء جميل يعني هذا الشيء يشرف ولاية شلف خاصة والجزائر عامة ألف تحية لكيس بليلي من هذا المنبر ونشكرك أستاذنا مروان رئيس النادي اللي استقبلتنا في هذا الليل يعني شكرا جزيلا لك البراعي متوعك ما زلت تتبع فيهم يعني داخل خارجين والله غير مثال وشيء يشرف أنه رئيس نادي يستنانا في هذا الوقت والله يعطيك صحة وشكرا جزيلا لكم مشاهدين كيرا زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر